صباح الخير يا ثاني اليوم حبايبي رح نبلش بدرس جديد رح نقرأ الدرس قراءة و ان شاء الله بفيديو ثاني رح نفسر معاني الكلمات ونعمل الاستخراج اذا اليوم عنا قراءة الدرس فتح لكتابك صفحة 66 صفحة 66 توماس اديسون توماس اديسون هو مخترع المصباح الكهربائي مرضت امه في الليل مرضا شديدا اراد الطبيب ان يجري لها عملية جراحية لكنه لم يتمكن من ذلك لعدم وجود الضوء الكافي فانتظر شروق الشمس في الصباح فكر اديسون في ان يضيء ظلام الليل بطريقة ما اجرى اكثر من 99 تجربة ظل يحاول الى ان نجح في صنع المصباح الكهربائي في عام 1879 ميلادي ان الطريقة الى النجاح يحتاج الى الاجتهاد والصبر ثاني انا هيك قرأة الدرس الان الان راح احكي بعض الملاحظات المهمة اللي لازم نراعيها بالقراءة اول اشي يا ثاني احنا حكينا لازم نقرأ على الحركات تمام ولازم يا ثاني احنا نراعي الوصل مخترع المصباح حون الوصل لازم لازم الكلمة مع الال هلأ لا يجوز ان اقرأ هو مخترع المصباح لا هو مخترع هو مخترع عل هو مخترع المصباح عرفتوا يا ثاني اذا هو مخترع المصباح هلأ الكهربائي كيف نقرأها يا ثاني المصباح 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 الكهربائي تمام هلأ مثل انت ليش ما حكيت الكهربائي لانه لما يكون في نقطة حركة الحرف الاخير بعتبر عليها سكون الكهربائي مريضة امه في في مريضة امه في الليلي في الليلي مرضا شديدا ارادت طبيب ارادت طبيب ارادت طبيب ان يجري لها عملية جراحية لكنه انتبهوا يا ثاني انه هون بكلمة لكنه انا الا بلفظها لكن ما بكتبها هنا بالاصل في ا تمام بكلمة لكنه هون بالاصل في ا لكن بلفظها لكن ما بكتبها فبقرأها لكنه لم يتمكن من ذلك لعدم وجود الضو الكافي الضو ال الضو الكافي فانتظر شروق الش فانتظر شروق الشمسي انتبهوا اللام هون اللام الشمسية انا ما بلفظها تمام فانتظر شروق الشمسي في الصباح في الصباح فكر اديسون في ان يضيء ظلام الظلام الظلام الليل بطريقة ما اجرى اكثر من تسع وتسعين تجربة ليش ما حكيت تجربة لانه هون انا في عندي نقطة لما يكون في عندي نقطة حركة الحرف الاخير بعتبر عليها سكون تذكر مبارح لما شرحنا عن التاء المربوطة اذا سكنناها بطلع لفظها ها سكنوا التاء المربوطة تجربة سكنوها شو بتصير تجربة ظلّا يحاولوا الى النجح في صنع 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 المصباح 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 الكهربائي اذا بتصير ظلّا يحاولوا الى النجح في صنع المصباح الكهربائي شفتوا كيف انا راعيت الوصل بين الحرف الاخير مع ال في عام طبعا هاي الثاني قرأ